بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس نظريات الاتصال سوف نتكلم في هذا اللقاء عن اتصال الدوال الجذرية عند نقطة ما وخاصة الجذور التربيعية النظرية رقم 15 تقول إذا كان الدالة الجذرية من الشكل y يساوي الجذر النوني لx فهذه الدالة متصلة عند كل عدد حقيقي موجب ينتمي إلى r الموجب إذا كان n عدد صحيح زوجي موجب إذا كان جذر تربيعي أو جذر من الرقم الرابعة أو السادسة فتكون هذه الدالة متصلة إذا كان x عدد موجب ومتصلة عند كل عدد حقيقي إذا كان n عدد صحيح فردي أكبر من الواحد أي الجذر التكعيبي أو الجذر مرتبة خامسة أو سابعة هي متصلة عند كل عدد حقيقي أي كل عدد من r إذا كانت g دالة متصلة عند عدد حقيقي ما c وكانت g c أكبر من الصفر فإن هذه الدالة متصلة عند c إذا هناك شرطان لاتصال الدالة التي من الشكل جذر gx الشرط الأول أن تكون الدالة التي تقع داخل الجذر أصلا متصلة عند هذا العدد الشرط الثاني هو أن تكون g c أكبر من الصفر إذن لدراسة اتصال جذر gx هناك شرطان يجب تحققهما من أجل دراسة اتصال هذه الدالة عند c تمرين ابحث اتصال كل من الدالتين التاليتين عند العدد المبين الدالة الأولى هي الجذر التكعيبي لx على x تربيع زائد واحد نريد دراسة الاتصال عند x يساوي واحد الدالة الثانية هي جذر تربيع لx زائد ثلاثة ونريد دراسة الاتصال عند x يساوي سالب واحد نبدأ بالدالة الأولى نلاحظ أن لدينا قسمة دالتين سوف نسمي الأولى g والأخرى h إذن الدالة الموجودة بالبسط دالة جذر التكعيبي هي g والموجودة بالمقام هي x تربيع زائد واحد لاحظ أن g دالة جذر تكعيبي متصلة عند كل عدد حقيقي إذن هي متصلة عند الواحد ودالة h هي حدودية والحدودية متصلة عند كل عدد حقيقي إذن هي متصلة عند الواحد ويجب الانتباه بما أنها دالة كسرية أن المقام لا يساوي الصفر عند الواحد لأن h الواحد لو عوض نحصل على 2 لا يساوي الصفر إذن المقام لا يساوي الصفر لدينا ثلاث شروط عند وجود قسر يجب أن يكون البسط متصل عند هذا العدد والمقام متصل عند هذا العدد وأن يكون المقام لا يساوي السفر تحققت شروط ثلاثة هذا يعني أن قسمة الدالتين G على H متصل عند X يساوي إلى الواحد التمرين الثاني دالة جذر تربيعي F X يساوي جذر X زائد ثلاثة نتذكر أن هناك شرطان الشرط الأول أن تكون هذه الدالة متصلة عند هذا العدد ثم أن تكون قيمة هذه الدالة عند السالب 1 أكبر من الصفر سوف نسمي ما داخل الجذر بالدالة G لاحظ أن هذه الدالة موجبة من أجل X أكبر من أو يساوي ثلاثة موجبة أو تساوي الصفر هذه الدالة لأن مجال هذه الدالة من سالب ثلاثة إلى إنفينيتي هذه الدالة حدودية متصلة عند كل عدد حقيقي إذن هي متصلة عند السالب 1 هذا هو الشرط الأول الشرط الثاني نعوض لنوجد G سالب 1 فنحصل على 2 لاحظ أنه أكبر تماما من الصفر ننتبه يجب أن يكون أكبر تماما من الصفر بما أن الشرطين محققين ما داخل الجذر متصل عند سالب 1 وهو موجب أيضا إذن الدالة F متصلة عند X يساوي إلى السالب 1 هذه التمارين تعتبر تمارين هامة في دراسة الاتصال عند نقطة وهي التمارين التي تحتوي على شروط أولا دالة تحتوي على كسر لها ثلاث شروط اتصال البسط واتصال المقام عند هذا العدد وأن يكون المقام لا يساوي الصفر ثم دالة الجذر التربيعي يجب أن يكون مداخل الجذر متصل وأكبر من الصفر هما شرطان لنقول أن الدالة F متصلة ناقشنا في هذا اللقاء دوال تحتوي على شروط في دراسة الاتصال عند عدد كالجذر التربيعي والكسر وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات ترجمة نانسي قنقر